اهلا بكم كمواطم مصري لازم عبر عن استياء وحزن وديء وغضب وقرفي مما جرى امس في مباراة السوبر بين الاهل والزمالك بدولة الامارات مطش رائع الجماهير قعدة تم الاحتفاء بيها دولة الامارات الشقيقة كانت بتحتفي بمصر امس فبوزاب وفي دبي كنا ملء الاعلام الاماراتي دولة شقيقة ايه كان رد فعلنا او رد فعل بعض لعبين اولا في البداية وانا كاهلاوي فرحان النزة مالك فاس ماش مدائق مباراة سوبر مفيش فريق بيفوز ببطولات طول العمر ولا كل البطولات بيحصدها وكنا بعديها بنحفل على الفيسبوك وساعتين وكل واحد بقى بيروح لحال سبيل لكن تفاجأ بسلوك لاعب زي شيكابالة اللي عملوا ده ضد كنت بتعمله ده يا بابا في الاستاذ هتقول له ايه ما لكش حتى اهلي تستحي منهم ازاي وصلت الى هذه الدرجة ان انت تعمل ده وعمله في ارض دولة شقيقة امام اسر بتحتافي بمصريتها وباعلام مصر والاعلام كله محلي وعربي ودولي مصلت على المباراة ويفاجأ بهذه التصرفات القذرة المجينة امر ينبغي التوقف امامه بحسب توقعت انه يبقى فيه رد فعل من مجلس ادارة نادي الزمالك ومجلس الادارة هو شخص واحد مرتضى منصور رئيس النادي توقعت انه ينزل عقاب يعني على الاقل يبرئ زمته بس كيف لمرتضى منصور انه هو ينزل عقاب باحد لاعبيه وهو احيانا احيانا بيختارك كل قواعد الاداب العام توقعت رد فعل من الاتحاد المصري او اللجنة المصرية لادارة شؤون كرة القدم رد فعل سريع اه في لجنة انطباطها تعقد عارب بقى الشغل ده وتليفوناتش مين وتليفوناتش مال ويا باشا مقالش قصده اصلي تم استفزازه كلام بقى حورين يا طيطة ده ده كانت رئيس التحاء اللجنة عمر الجنين ياخد قرار فوري يقول ان فيه ادارة للعبة كرة القدم في مصر غرامة مقدرها كذا اقاف عن اللعب بكذا كذا ماتش وهكذا لكن لما انت في الاخر بتسمح بكل هذه التصرفات وتحل الموضوع للجنة انطباط حليني بقى تعقد امتى ولا لجنة قيم وبعد كده تبقى زعلان ان مطرب المهرجانات مش عارب بيغنوا ايه وعايز تحمي الزوق العام والزوق العام يتم اختراقه مع الاداب العامة على عينك يا تاجر هنا مفروض الدولة تتدخل اه الامور المتعلقة بفنياء كرة القدم لا الدولة بتدخلش بس ايه اللي يمنع يا اخي ان مسؤول كبير في الدولة المصرية يا راجل وزير الشباب والرياضة رئيس الوزراء حد من رئاسة الجمهورية حد من اي اجهاز يقول اللي حصل ده عيب يشين للأسرة المصرية وللدولة المصرية ولا يمثل مصر واقصر اساءلنا ان يحدث على ملعب وعلى ارض دولة شقيقة بتحتفي بنا تفتكر دولة الامارات دي ترحب بعد كده انها تعرض على الشعب الاماراتي مثل هذي القذورات انا لو دولتي بتستضيف لعيبة بالشكل ده لا طبعا هقولها ما تعملش كده لكن باي صورة من الصور لم اجد رد فعل لم اجد اي رد فعل عادي عادي اي حد يعمل اي حاجة عادي من كم يوم لما حصل حفل استاد القاهرة انا فرحت حضر مية الف متفرج او مستمع او مشاهد لحفل كفيه عدد كبير من المطربين وقلت بما ان الامن المصري نجح في توفير الامن والامان في اقامة هذا الحفل في قلب مدينة ناص في قلب القاهرة ومئة الف حضروا وسحل لهم الدخول والخروج والاحتفالات يحق لنا بقى كمشجع كرة القدم ان نطالب الامن المصري بعودة الجماهير الى المدرجات لكن احنا دلوقتي لا انا اتردد في هذا الطلب الان اتردد اتردد لان حتى اتحاد الكرة لم يكن حاسما ولا رئيس نادي الزمالك كان حاسما عارف لو كانوا حاسمين اقدر اقول للامن معلش خلينا نبدأ نرجع ايضا الجمهور طالما في حساب انما لما انت لا تحاسب وهترمي دا على الامن بعد كده طب تخلوا المباراة دي اقيمت في مصر والجمهور حضر لك يا عب التمانين الف ولا المت الف بناء على ضغط اعلامي انت كنت متوقع الا هيحصل برا الاستاد وجوه الاستاد في حالة الاستفزاز اللي حصل كيف اقبل كزوج وكأب ورب اسرة مصرية واخد مراتي وبناتي واحفادي وولادي الى اخره ورايح مع اسر وعائلات وبنتجمع نشوف ماتش ولاقي مثل هذا السلوك القذر من شيكابالا اكيد انا هنفعل دا ننزل يعني اطلع كل ما في طقتي انا واللي معايا ساعة ولا خلط ما انت بتخرجني من يعني بتستفز فيها حاجات اقل مش عايزة تلاحق اساسا انا راح اتفرج على ماتش بستمتع بيه هل سنحمل الامن ساعتها المسئولية ما انت محمدش الماتش هوا دوري الامن ايه الحفاظ على امن الناس اللي حضرة الحفاظ على الامن العام هل دا كان هيتوفر لو الماتش دا اقيم في مصر ما دي اسئلة لجنة ادارة كرة القدم برئاسة الاستاذ عمر الجنيني لازم يبقى عارف ان في مشكلة كبيرة وقع فيها مبارح وزير الشباب والرياضة دكتور اشرف صبحي كان امامه ساعات مضت من اليوم كان ينبغي ان يتخذ قرارا عنيفا على الان لده ما يحصلش هنا في ملعبنا ولا نقبل باي صورة من الصور ان يحدث في ملعب الاشقاء انا عن نفسي عايز الجمهور يرجح لان كرة القدم صناعة تعدت مرحلة انها لعبة وبنتسلة وفي ناس معايشة ايمة على حضور الجماهير وانا بقولك الاسبوع الماضي طلبت وانا اشهد وزارة الداخلية بالموافق على اعادة الجماهير عودة الجماهير للاستاذة بس النهاردة انا صعب صعب بالنسبة لي اجدد الطلب لان انا كده هحمل الامن مسئولية هي مش تبعه المسئولية دي كانت تقع على عاطق رئيس نادي الزمالك ثم اتحاد كرة القدم اللجنة ثم وزارة الشباب والرياضة الثلاثة لم يتخذوا اي قرار حتى اي قرار فوري حتى الان نحن نقول لاي شخص عايز يعمل اي حاجة ضد الاداب العام اهلا بك في مصر اهلا بك في مصر حيث لا رادع ولا رابط ولا حد هيقولك تلت التلاتة كام بل سنحتفي بيك وانت جاي من الامارات شاي لكاس وهنستقبلك في المطار ده رد فعلي ضد شيكابالة كلاعب كرة بعيدا عن الفانيلا اللي لابسها لو كان عاملها اهلاو ولا غيره كان نفس الكلام اي حد يعمل كده ويتصور ويترسد ولا يتم انزال عقاب عليه خلاص انت الاخلاق في مصر اساسا رايحة في داهية الاخلاق في مصر رايحة في داهية لما النشق والشباب يشوفوا ده من اللاعب كرة مفروض انه قدوة ولا هو قدوة ولا حاجة وكابتن فريق وما يلاقيش في عقوبة راضعة طب ما ننزل اعمل الحركة دي في المدرسة بكرة ماذا كان هو على ملء السمع والبصر وعلى الشاشات وعلى الهواء مباشرة لم يردعوا لا اخلاق ولا ادب ولا دين ولا كاميرا ولا اعلام ولا نجومية ولا ولا اي حاجة عد جدا ما تقوليش حد استفزك كل مهنة بتتعرض لاستفزاز انت محترف انت مدرب على ضبط الاعصاب والانفعالات اتقالك كلام اتعلق بأسرتك ارجعك للي اتقال اسوأ منه لكابتن مصر العظيم حسن شحات بكى وخرج الملحب لكن ما شفناش هذا رد الفعل ساعتها مصر كلها تضمنت مع حسن شحات انت بتخيل انت بتخيل الجريمة اللي حصلت مبارح وردود افعال في مصر لاش ده انا ما قردش اي حاجة يا راجل مفيش مسؤول طلع بل ريقي يعني اي حد في اي حاجة في البلد طب انتم فعلتوا ليه على حم بيك هو عمه بيك قال ايه بقى مقارنب اللي عمله شي كبالة قالك مخدرات مش عارف وحشيش ولا خمور لا ده الراجل تلع قرامة بالمناسبة ده الراجل تلع شديد الادب والاخلاق قدام اللي عمله شي كبالة لا يا سيطن النقيب هني شاكر اه ارفع عند حسن شاكوش ارفع الحصر عن حسن شاكوش ما اذا كان اللي عمله شي كبالة بيعدي كده يبقى انت بتتلكك ليل حسن شاكوش والنبي احنا هنطلع في الميديا نقول ايه للناس بتكلم جد الموضوع ليه ابعاد كبيرة جدا ليه ابعاد تتعلق بالامن صعب ان انت تطالب النهاردة الامن وتضغط عليه يرجع الجماهير اذا كان المسؤولين عن ادارة لعبة كرة القدم لا يتخذون الاجراءات الراضعة الفورية ما فيش اي مسؤول في البلد العيب اه يحق ليه كمسؤول حتى لو انا رئيس وزراء او الماجراء امس لا يمثل اللعبة المصرية ولا كرة القدم المصرية ونناشد اتحاد الكرة ونطلب منه التحقيق الفوري صح ولا لأ لكن عادي جدا عادي جدا وبنزعل ايه اللي بيحصل اللي جاي طالما ساكتنا على ده اللي جاي اسوأ اللي جاي اللي جاي اسوأ فيما تعلق بالاخلاق خلاص انسا قصب بقى اخلاق ونزعل والولا قال ايه وعلى الشاشات اتقال ايه يا راجلة طيب امام 110 مليون في مصر وشوف كم مليون بره بيشوفك فعلى شيء كباله ما يغل منه اي معترم ولم يتم رضع في مصر نامت الاخلاق ولم تقوم في نفس اللحظة بقى ما انا بقول لك مبارح كان يوب احتفالي بمصر في دولة الامارات بقادة الامارات في الماتشف ابو ظبي كنا في دبي دبي عملة مهرجان تكريم لحاجة اسمها صناع الامل من صناع الامل مبادر اسمها صناع الامل صناع الامل في العالم العربي شيخ محمد بن راشد كان موجود مبارح بيكرم خلاص بقى بدون الالقاب بيكرم ابن مصر مجد يعوب هو في حد ذاته لقب هو مثال للاحترام ده اللي انا احتفي به مجد يعوب ده اللي انا اطلع باوتوبسات لمطار القاهرة استقبله واقول لابني مجد يعوب ده مصري يمثلني وقام مصرية علينا نحتفي بيها هو مش عايزك تحتفل به ما بيدورش على الحاجات بس مدينة دبي مبارح والشيخ محمد بن راشد كان بيحتفوا الصور امامكم ب مجد يعوب هل احتفوا بس بالنياشين والاوسمة والحاجات دي لا خالص ده جمع مبارح تبرعات بلغت 44 مليون درهم قرابة 200 مليون جنيه واعلن الشيخ محمد بن راشد ان ابنه الشيخ حمدان قرر ان يتبرع بما يوازي اجمال التبرعات اللي جمعت لمستشفى مجد يعوب في اسوان قال لك الناس جمعوا كام 44 مليون درهم انا هتبرع ب44 مليون درهم وتم التبرع لمستشفى مجد يعوب باسوان ب400 مليون جنيه 400 مليون جنيه وفناننا الجميل احمد حلمي تبرع امس بمليون جنيه لمستشفى مجد يعوب شايف الامارات كان بتحتفي بيك ازاي شايف انا منفعل ليه عشان احنا كان سلوكنا ايفا بوظاب شايف دولة الامارات واعلام الامارات واشقاء نوقاء والقادة في الامارات كانوا بيحتفوا بمصر ليلة مصريا انبارح طوالة 24 ساعة دولة الامارات مش دولة صغيرة يا اخوانا بتحتفي بيك عدد السياح اللي بيزوروا دبي اكتر من السياح اللي بيزوروا مصر ومع ذلك ومع ذلك الدولة وقفة تنبارح على حلها تحتفي برموز مصرية وتقيم مباراة لسوبر ايضا على ارض الامارات تحية لمن يمثلنا بفخر واحترام مجد يعقوب ابن مصر بس لكن كل من يسيء للاداب العامة والاخلاق العامة لا فورا فورا واتمنى بقى اتمنى اسم حد يبل لرقنا اول مظاهر فيروس كورونا في الصين وابتدى بقى يبقى ينتشر اكتر دول العالم القت لانه كاد ان يتحول الى وباء عالم ولم يتم حتى الان اكتشاف علاج ناجع له فشركات طيران عالمية كتيرة خدت قرار بايقاف رحلات الطيران الى الصين بيسموها كده تعليق يعني احنا مش هنوقف للابد بس ده تعليق لحد ما الدنيا تخف شوية في الصين من هذه الشركات شركة مصر للطيران وقفت الطيران واحد فبراير واربع فبراير لكن فجئنا في الوقت اللي كل شركات الطيران العالمية الكبيرة زي اير فرانس والخطوط البريطانية واخره واخره الى اخره موقفة طيران للصين فجئنا بان شركة مصر للطيران بتعلن عن بدء عودة رحلات الطيران المصرية الى الصين يوم 27 الجاري 27 فبراير انت بتخيل انت بتخيل 27 فبراير طبعا انت لك ان تضرب كفا بكف طب ليه اقدر ان هناك عدد من السياح الصينيين موجودين في مصر عايزين يرجعوا بلاده ممكن نخاطب السلطات الصينية انها تبعد طيران يجي ياخدوا الصينيين او شركات طيران اخرى لم توقف رحلتها الى الصين تنزل عندنا وتاخدوا الصينيين اقدر ان هناك معاملات تجارية واقتصادية بين مصر والصين بس انت امام وباء ده الصين بجلالة قدرها ومعا ومعا احتياطي اد ايه واقتصاد اد ايه واطباء اد ايه ما اقفتش الفيروس انا اروح بقى انقل الفيروس لبلادي لمصر واحنا امكانياتنا جميل ان انت عامل ردع وحجر صح وطرق وقائية اداء عظيم منظمة الصحة العالمية شاهدت بيه وقالت مصر لم تسجل اي حالة حالة واحدة وشفيت لكن انا اروح بقى ليه الصين حيث مكان الوباء وصير طائرات تروح وتيجي حتى لو كانت رحلة اسبوعية مين اللي اتخذ القرار ده بناء على ايه ده الازمة لسه ده انت عندك دولتين اتضربوا كمان وانتشر فيهم الفيروس كوريا الجنوبية واليابان ده لو كلتم منتظر من مصر للطيران انها ايضا تقول انا بدرس تعليق رحلاتي الى اليابان وكوريا الجنوبية جنوب شرق اسيا كله هيتضمر هتيجي تقول اقصاد 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 ايه بعد روحك كانسان ده انا ممكن اتحول لوباء ايه ده انقله وانت هجيب فلوس منين ولا اختراع بقى ايه ولا العلاج هتجيبه منين والشركة اللي هتنتج العقار هتتكلم في فلوس كتيرة ولسه بيقول لك ممكن ناصل الى اكتشاف في ابريل القادم للعقار وبالتالي انا بدم صوتي للنائبة المحترمة مونة مونير عضو مجلس النواب اللي قدمت طلب احاطة ضد عودة مصر للطيران الى مدينة الى الصين الى الصين فانا ارجو رجاء خاص باعادة النظر في قرار مصر للطيران عودة الطيران الى الصين مش عيب ان احنا نطلع قرار ونرجع فيه مش عيب ممكن تقول الرأي العام ضغط علي ضغوط روسيا لحد الوقت منشف فرقنا في عودة الطيران رغم ان احنا عملنا البدع في الامن بريطانيا اللي ممتلها السياح هنا وقفت الطيران والسياح ولسه ما رجعتش من شهر بس احنا رايحين نجيب البلاو لنفسينا يعني باي منطق مش عارفوا بس يقول اللي بياخدوا القرارات دي بياخدوا ازاي اتمنى اتمنى حد بس يتواصل معانا واشرح لنا اسباب القرار ويقول لنا هيأمن الدنيا ازاي يعني في حاجة اسمها السقوق السيادية بشكل مبسط كده الدولة عندها املاك معينة عايزة تطرح سقوق على اساسها والناس تتدولها بفلوس وياخدوا عليها اعتقد ارباح بس لا يمتلكوا الاصل باي اصل مشروع السقوق ده اتقال كتير ايام الرئيس الاسبق مبارك وتقال بعد صورة يناير خلي بالك النهار دكتور محمد معاية وزير المالية بيقولك احنا هنطلق سقوق وفق خواعد الشريعة الاسلامية طب هو ايه علاقة الشريعة الاسلامية بالسقوق انا معرفش هو المصطلح اسلامي او ديني يعني المصطلح ديني اللي هو كلمة السق تعالوا نروح للخبير المالي المعروف استاذنا هنتوفيق بعد مسائل فل يعني ايه سقوق سيادية واشرح لنا الموضوع ده هيتم ازاي والحكومة هتستفيد منه ايه مسائل فل اولا عليكم على السادة المشاهدين كلهم انا عايز بتعليقين صغارين بس الاول على المقدمة الجميلة بتاعتك الحاجة الاولانية انا مشفق عليك انك انت يا استاذ محمد بتوقف قدام القطر القطر ده اللي هو التقزم العام والتظاهر الشديد في كل اخلاقيات المعظم الابناء الشعب المصري دلوقتي ما بين الفن وما بين الرياضة وما بين الاخلاق في المدارس والمعاملة مع المدرسين يعني في موجة عامة من التقزم ما حبش اقصرها على شيكبالة ولا امر عبدالله ولا الناس دول في دي حاجة لازم تتصدى لها دولة ما عرفش ازاي لكن ما ينفعش نفضل ازاي لان ده قطر ماشي وكلنا يعني هيخبطنا كلنا وما ينفعش حد يقف قدامه لوحده زي حضرتك التعليق التاني مهم على الكورونا الكورونا طبعا الناس وغدها كده لايكلي او باستخفاف شديد انا اعتقد انه النهار دهب مثلا على سبيل المثال طلع لأعلى نقطة لي من 7 سنين فيه تخوف عامتي على موضوع الكورونا ده وعلى اثر على الاقتصاد الصيني والاقتصاد العالمي ويجب ان احنا ناخد الامور بجدية اكتر وفعلا الفيت البرلمان اللي هي تقدمت بالطلب الاحاضة عندها حق يجب نكون في منتهى الحذر وخصوصا ان الكورونا تده انتشر في ايران وفي بعض الدول العربية وحوالينا في كل حس اخش على موضوع السقوك السقوك دي عبارة عن ايه حضرتك تخيل ان شركة زي مثلا من المقولين العرب او اي شركة من الشركات عندها اراضي والحكومة برضو عندها اراضي وعايزة تنميها فالسقوك هي وسيلة استثمار ما بين الملكية وما بين القروض او السندات اللي بتاخد عليها كوبونات او فوايد السنوية هي عبارة عن ان حضرتك بتخش فيها في الاداء او الوسيلة تشتري السقوك وتبقى شريك في المشروع مش في الشركة بقى كلها يعني اللي بيخش المقولين العرب عاملة حتة ارض في المهندسين بتنميها اوفيس بيلدنج مثلا ما عندهاش فلوس ما عندهاش فيولة فحاجة من اثنين بيتطرح السندات ودي وسيلة غير اسلامية كما يقال يعني لانها بتحصل على عائد سنوي ثابت فبتصدر سقوك اللي بيها بتبقى حضرتك شريك في ارباح هذه العملية المعينة الوفيس بيلدنج ده بالذات اللي بديته مثلا خمستاشر سنة بيتبنيه بيتأجر او بيتباع وبتاخد ثلوسك وبتاخد العائد بتاعها كأنك شريك مش في الشركة وانما في المشروع فانت لا تملك في الملكية وانما انت مشارك في الارباح ولذلك هي تغضع للشريعة الاسلامية ومنتشرة جدا في دول شرية اسيا وفي الامارات لماذا لاجأت لها الحكومة الان افنجن اه لاجأت لها الحكومة الان بالضبط كده كوسيل التمويل جديدة كوسيل التمويل جديدة نعم منتظر تحقق ارقام مثلا محتاجها الحكومة طبعا هي بتضفر سيولة للحكومة من موارد جديدة ما كانتش متعارف عليها قبل كده بيخلش فيها مؤسسات اسلامية والناس الطبيعيين العاديين حتى اللي بيبقى عينه على الارباح اكثر منه عينه على كوبون سنوي سابق 8% او 10% او 12% انت ممكن تعمل 25% الاحكومة كثبت من انها وفر التمويل لبعض المشاريع بتاعتها والاشخاص كمان او المستثمرين اتكذبوا عن طريق انهم شاركوا في ارباح هذه المشاريع منتظر ده يرى النور خلال ايه تقديرك والله احنا من سنة 2008 بنتكلم في السقوك وفي الكلام ده كله فكونهم طلعوا اخيرا النصوص التجريعية اللي بتتيح هذا فالمفترض انه على طول يعني مش مفترض تاخد وقت وخصوصا انه في عجز موازنة جامد وان الحكومة محتاجة سيولة والبنوك كلها يعني متخمة بالسيولة وبالودايع فده حيبقى وسيلة جديدة لتدير تبويل الحكومة والقيام بتنفيذ مشاريعها سواء في العاصمة الادارية الجديدة او في غيره وفي نفس الوقت بتكتذب بعض المدخرات وبعض المستثمرين الجداد اللي بكنوش راضين قوي بانه بياخد عشر او اثناشة في المية بستاني اشكرك استاذ عني توفيق الخبير المالي المعروف وعايز اروح لاول ديليفري في مصر للبنزين البنزين هيبقى ديليفري في مصر احنا عارف ان انا وحضرتك بنقعد نتصل كده وبعت لنا سندوتشات طعبية كباب وقفتة كشري حتى المقلة بقت بتعمل دليفري الصيدليات بس انا اول مرة عارف انه بقى فيه هيبقى فيه دليفري للبنزين في مصر الشركة اماراتية اسمها كافيو الشركة دي وقعت اتفاق مع الهيئة المصرية الهيئة المصرية العامة للبترول لدخول السوق المصرية وطيب ايه اللي بيحصل بيقولك الشركة دي ليه هابليكيشن على الموبايل انت هتنزله وتروح داخل على الابليكيشن ده اللي هو التطبيق يعني وتروح كاتب عليه البنزين اللي انت عايزه 95 98 92 92 شوف انت عايز ايه عايز كام لتر وهتدفع بالفيزا ويجيلك على لوكيشن عارف زي سيارات اللي بيجيلك دي بتاعت الاكرة ويه هيجي الباقي طبعا مش هيباحولك بلفز السعر اللي هيتباع فيه في البنزينة ما لوكيشن بيه لمواغزة يعني اكيد فيه تعريفة بتتعلق بيه الانتقال والكلام معايا على التليفون مهندس بيتحات يوسف نائب رئيس الهيئة العامة السابق ليه البترول مهندس بيتحات اهلا بحضرتك اهلا بيك اهلا بيك فكرة ان يبقى عندنا ديليفر البنزين ان شايف السوق او العقلية او استقافة الاستهلاكية المصرية ممكن تقبل ده ولا صعب تقبله طبعا خصوصا في المناطق في مناطق معينة اه لازم تكون مناطق مقتصة بالاخلاك عندها بالسكان لازم تكون اه لها خصوصية معينة بقدرة على التداول يعني قصدي يعني فيه مكان ممكن اه العربات الدليفر دي تقف فيه وتمون العربيات اللي موجودة يعني ما يمكنش يكون في طرق اه في طرق مزدحمة وطرق مثلا اي راكمة العربية وحتيجي تقف وتمون لكن هي عايزة اه يعني نمط نمط سكاني معين او نمط اه اسكان معين يتم فيه وخصوصا تكون المناطق دي بعيدة عن محطات التموين والخدمة طبعا هتبخدمة مميزة هتخدم انا في تصوري هتخدم اللي هي زي الكومبواندات الجديدة تخدم المناطق الحضرية الجديدة التجامعات السكانية الجديدة يعني اللي هي التجامعات في مقهرة الكبرى التجامع في مثلا زايد اكتوبر الشيخ زايد اكتوبر اي مناطق زايدة خصوصا ان هي كلها يعني مستوىات معينة كلهم عندهم مسائرات حكوب في اماكن للباركينج المناطق سيبقى مجهزة لاماكن للباركينج فبالتالي يصل فيها عملية التداول وعملية التعبير احنا الدفعة هيتم عن طريق الفيزا فورا قبل المال اه ممكن اكيد عن طريق الفيزا او عن طريق الكاش عن طريق الكاش اه فضل العملية لازم هبتبص الخدمات اللي بتقدم للمواصن عموما باي شكلة من الاشكال لازم تكون سهلة ومرنة فالكاش او الفيزا لكن طبعا يحبز التعامل بالفيزا الشركة هتكسب منين هتاخد رسوم قبل الخدمة اه طبعا بس ممكن تاخدها مش هتاخدها من المواصن ليه بقى اولا لازم تكون حداك عارف ان المحطات التموين والخدمة والشركات القائمة على تموين السعرات في محطات التموين والخدمة بتاخد من قطاع البترول حكتين بتاخد الشركة نفسها بتاخد عمولة تسويق المحطة نفسها اسمها الديلر ده بياخد عمولة بياخد عمولة من الدول من قطاع البترول يعني فالعلاوكين دول وبالتالي ممكن يظل سعر لتر البنزين كما هو في بالزعبط والشركة القائمة على عملية التعبئة لما تيجي مصر ممكن تعتمد في الخدمة دي على العلواتين دول والعلوات دي علوات محددة قانونة مقابل الخدمة اللي بتأديها شركات التسويق من خلال نقل البنزين من مستودعات الرئيسية والمستوضعات الإقليمية والمستوضعات الفرعية إلى المحطات الخاصة بالعمل بتوحها وبعدين عمولة العميل نفسه اللي هو بيخدها مقابل ان هو بيأدي خدمة التعبئة في السيارات للمواطن اشكرك مهندس اه تفضل فهنا دي بتغطي دي يعني فمش لازم حتاخد اي مقابل خدمات بالزبط اشكرك مهندس متحة يوسف نائب السابق لإلهاية العامة البترول فاصل قصير بعد الفاصل فقرة هموم الناس بجدر التحية لحضراتكم ودمعت فقرتكم الاسبوعية فقرة هموم الناس فقط ادخل قول اسمك وبشكل مختصر قول مشكلتك ويرتق في التلفزيون ننتظر طبعا من السادة المسؤولين اللي بيتابعوا الفقرة انهم يتواصلوا معنا وبندوم تلفونات حضراتكم وكل مسؤول بيساعد مواطن انا بشكره على الحوان هاخد قولة تلفوني مي الجيزة فضلي مي مساء الخير يا فاند مساء النور انا مشكلتي باختصار نورست من ابوي الله يرحمه سبع فددين ونص بمنطقة الكردي ثمانية النص ده اهلية نعم صدر لي حكم قضاء نهائي واجب النفاذ من عشر سنين يا فاند من عشر سنين من عشر سنين وقرار تمكين من المحامي العام رقم مية واثناشر لسنة ألتين وعشرة جنح الكردي يعني ده يسبك ملكيتي للأرض فتفجأت يا فاندم ان انا لما روحت عشان انا بتز اتعرضت البلطقة للبلطقة من المغتصبين والحد دلوقتي حضرتك انا مش قادرة بمفردي وكام رأى اني احصل على حق طب خلال عشر سنين ما روحتيش ليه الامن في محافظة الهلية روحتي يا فاندم ومدراء الامن اللي تغيروا حضرتك كلهم على علم بمشكلتي ويؤكدوه ان انا لي حق لا انا مش عايزهم يأكدوا انا عايزهم يجبوا لك الحق ما هو للأسف يا فاندم بنوصل عند نقطة التنفيذ ومحدش بيهتم معرفش لي فانا ارجوك ارجوك رجاء ان تسمحلي من خلال برنامج حضرتك المحترم وناشد سيادة معالي وزير الداخلية واستغيث به برجاء اقرب الى التوصل انه هو يسكندني ويمكنني من حق اولا لاني بمر بظروف مادية وانسانية في غاية الصعوبة وانا اتمنى فعلا ان سوتي يوصل لمعالي لان انا تعبت بقالي عشر سنين يا فاندم وكل الاوراق والمستندات المطلوبة لاي جهة عايزة تتأكد من حقي يتأكدوا فانا انا بتوسل لحضرتك من غير توسل انتم مواطنة مصرية بتناجد وزير الداخلية الراجل المحترم اللي بصق انه دايما بمكتبه بيتواصل معنا هياخد تليفونك وان شاء الله هيرجع لك حقك حسب ما قلت معك احكام قضائية نهائية وناشد ادارة العلاقات العامة والاعلام بوزير الداخلية التواصل معها معنا ندي لها تليفون مي واتمنى التوصية بتمكنها فورا من حقها اذا كانت تملك هذه الحجية من الاحكام اه معنا مين اه انتو سرحت ولا ايه محمد ضميات سمع عليكم سمحتكم الله اتفضل يا حبيبي بذلك انا محمد سيد محمد دخلت معكم مرتين وقلت لك انا عمد مرض الفيل وعايز الدولة تتعيد ان شاء الله بمعاش وانا عندي اخ متواصف جيش مواصل عظيم جيش مواصل عظيم متواصل من الفين والسابعة وجيش محاكم يعني اطلبت ان شاء الله لو معاش محدش عبرني حل ناشدت وزير الدفاع ناشدت معك وده وبعثت على البتاع الحكومية المتاع الحكومية المشاكل الحكومية محدش عبرني انا بقى مقوانت زهوء يعني الحكومة حتى يعني لو انا حاش ان مطرها تفنس لو اعمله معاش طب خلينا بس الناشد يعني انت لك اخي شهيد الاخي الشهيد ده انت اسبع بس الاخي الشهيد اتصرف له معاش ولا لسه ما اتصرفوش معاش بقول لك ان هو ميت اه ميت لحقى العملية وتوسط خلينا نناشد يعني ادارة شؤون المعنوية بالقوات المسلحة التواصل معنا واجات حل لهذا المواطن اه عمر الشرقية تفضل عمر حلوه مساء خير اسم محمد مساء النور حبيب تفضل والله انا عاوز باتكلم في حاجة مهمة جدا لدكتور محمد هو اه احنا في مركز ومدينة الحسنية محافظة الشرقية عندنا المقابر في حاجتك اللي هي موجودة في جزيرة برد بالحسنية الشرقية مساحاتها اكتر من حوالي عشر ارسانة والمقابر دي سيادتك بقسومة بجزءين جزء تابع للوحدة المحلية للاخيوة مركز الحسنية وجزء تاني للوحدة المحلية في الجيل السور جزء منور وجزء مش منور بالاضافة في حاجتك ان المقابر ليس عليها سور يحمل حاجمة الميتة بنروح اه بدفن موتانة بالليل روحت المركز الحسنية او مدينة الحسنية طلبت ده تقليلت استاد المحافظة تخصينا فاندم بخصوص الموضوع ده مفيش حد بتجيب حتى الان المقابر عبارة عن عتمة وظلمة بروح نتفل المداسم بالليل بناجل دفن موتانة للصباح البياكل لاني مفيش انارة معدومة نهيا بالاضافة ان المقابر اصبحت مقلب للقمامة والحيوانات النافقة وكل ما حدث تتخيله لاني مش عليها سور نبعد شكوات لمين يا عمر انا عاوز اقول حاجة برضو يا سيدكتر لا ابعد بس الشخص اقول لي بس مسؤول انا هبعد لشخص بس عاوز تقول لك حاجة في عشر ثواني سريعا ان انا نشدت من حوالي سبع شهور وان زي ما شدتك بتقول الجهة الوحيدة اللي كلمتني والتعانت وعملت دورية امنية هي وزارة الداخلية ومركز شرطة الحسنية مركز شرطة الحسنية على فور مدخلتي معك من سبع شهور السيد رئيس مباحث الحسنية ومأمور المركز ومدير الامن مكتب مدير الامن يشكره بس هم مش دورهم يعملوا صور ده دور المحافظ ده شغلة المحافظ محافظ الشرقية يا فندم عشان يهزل مركز ومدينة الحسنية لا يزال التجاد الأحمر بالفرش ورؤساء الوحيد والمحلية اشكرك عمر نروح لمحافظة الشرقية نتمنى منه دراسة الموقف بتاع مقابر الحسنية ومش محتاجة حتى تاخد تليفون عمر فورا مسؤول المحافظة تحرك ويعملوا الصور محمود القاهرة بفضل محمود مساء الخير مساء النور محمد بيزة يا حضرتك أهلا بيك طبعا أنا بشكر حضرتك وبرنامجك المؤكر طبعا حضرتك دايما فعول الناس يعني أنا أول ما دخلت المداخلة مع حضرتك علىها يعني وزارة الداخلية طبعا اهتمت بالأمر ومدريت أمن القاهرة كلمتني واخدوا بيانات الشخص اللي احنا اتكلمنا عليه المرالفات اللي هو المصاب ده ومدريت أمن المنصورة اللي كانت عندها الواقعة الناس اهتمت جدا وقيادات هناك اهتمت جدا بالموضوع أحمد بي رأسط طبعا نتوجه له بالشكر كله ومحمد بي رفعت وحمد بي الطنبولي رئيس المبحث عن الاسم كلهم تعجوا جدا لشان يجيبوا الشخص ده والحمد لله هو اتقبض عليه وخد حكم سنة واعترف بس يعني للأسف طبعا الحكم بالنسبة له يعني حتى المحامي بتاعه أكلمني فبيقول لي احنا كده كده هنخصف الحكم ست شهور فمش يعني هو مش هام والحكم يعني هو طبعا بس طبعا يعني الشخص فاتل زي كده لما يعني يبعد عن الناس طبعا بشره دي حاجة كويسة مش حاجة وحشة يعني خلينا قولي الداخلية قامت بدورها لانها ما اعتقدش قامت بدورها الاكمل واجه وطبعا والبرنامج بذي حضرت كان سبب طبعا ربنا خليك دايما انفعون الناس يا محمد بي يعني ناس اول ما اتكلمت على طول تاني يوم الناس خلت الموضوع على اكتافها وبلغيب ما جابولي انه شخص شديد الحرص طبعا الرجل كويسة لنتقبض عليه بشكرك اروح لمحمد الاسماعيلية ساعة عليكم ساعت الله ازاك يا اسم محمد اهلا بيك قولي يا محمد الله خليزايا حضرتك يا باش ازاك يا دكر اسم محمد احنا حضرتك احنا بنشكر المعالي السيد وزير الدفاع على جميله معانا احنا كنا حضرتك كنا بالنش كنا طلبنا من حضرتك وعملنا عملية قبل كده في المركز الطب العالمي دا اللي زوجتك كان عندها ورم في المرح وده مكتب وزير الدفاع اتصل بيه واتصل بيك يوميا اه حضرتك اه وعملنا الحمد لله عملنا العملية طب الحمد لله الشكر فعلا لوزارة الدفاع احنا بنشكر معالي وزير الدفاع وبنشكر حضرتك واصرت البرنامج المصرفان بيه فحضرتك هي والله بنشكر بس معالي الوزير ان احنا بس يتمل جميله علينا انها تعمل مركز العجوزة للعلاج الطبيعي حضرتك طبع وزارة الدفاع اه طبع الجيش اه حضرتك خلينا نوجه مناجدة للرجل المحترم فريق أول محمد زكي وزير الدفاع نتمنى يعني هو فعلا كان سريع الاستجابة مكتبه تواصل معايا بعد ساعات من شكوى المواطن محمد من الإسماعيلية وخدوا تليفونه وعملوا العملية لزوجته كان عندها ورم في المخ واتعملت في المركز طب العالمي على حساب وزارة الدفاع المصرية الزوجة هو بيرجع تاني بيناشد معالي وزير الدفاع بعد شكره بانه لو سمحت يكمل جميله لان بعد العملية الزوجة او المريضة محتاجة عليك طبيعي فبيقولوا العلاج الطبيعي يتوافر في منشأة طبية تبع وزارة الدفاع بالعجوزة انتظر من مكتب معالي وزير الدفاع التواصل معنا واعتقد ان تليفون محمد عند حضرتكم سمير الاهلية سمير انت مشغل التلفزيون يا سمير يعني ايوة حبيب طب ايه في التلفزيون يعني بشغله ليه اه انا موطيع وانا مولت لك شواطيه قلت لك اقفيله حاضر 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 ماشي حاضر في دقيقة اقول مشكلتك ايوة حبيب قال اقول مري انا بقولك في دقيقة اقول مشكلتك انت اتصلت عايز ايه حضرتك انا بعد ثلاث زار في جواب عشان احنا دلوقتي انا كنت عايز اطلى مع سادي ناقش موضوع في التأمينات الاجتماعية ام اولا احنا دلوقتي اه ساعتك اه احنا مضرورين من اه السيد اه رئيس الصندوق اه وقفنا ثلاث شهور في الفين وستاشر بدون واجه حاج صندوق ايه اه الصندوق بتاع التأمينات الاجتماعية ام انت عندك مشكلة كده مع التأمينات الاجتماعية اه اه المشكلة باختصار ايه المشكلة باختصار ان هما جنيتهم موقفين الثلاث شهور وقفونا ثلاث شهور ورجعونا بدون تحقيق في الثلاث شهور لا بس كده ده تبع الشغل التأمينات ما لاش علاقة التأمينات الاجتماعية ما احنا طبع التأمينات الاجتماعية موظف في التأمينات الاجتماعية انت موظف في التأمينات اه ايوة باش وبعدين كان الموضوع يعني موضوع كبير مش موضوع يعني يتقلع عالتليفون دلوقتي طب قول لي انت ايه طلبك وانا اسعى ان انا اعمله لك انا طلب انا حضرتك دلوقتي انا كل حكاية عايز ارجع ارجع الفلوس اللي اتختمت مني خلال التالت شهور كم في حجد واحد وعشرين الف جنيه اللي انت شغال بكام في التأمينات نعم يا باشي شغال بكام اه يعني انت بتاخد سبعة الاف جنيه هوفز المكافات في التشهر هتخلي الناس يطلعوا من دلوقتي على التأمينات يباتوا قدامها طيب انا هبعت تليفونك لرئيس هيئة التأمينات وان شاء الله يتواصل معك يوم الحد اه ده انتهت كده فقرة هموم الناس اه تليفونات وزارة الداخلية والمسؤولين لسه ما كانش ازاي ايه بيتفرجوا على المطش ولا هي مفيش ماتش النهار ده طب وزارة الداخلية اتصلت وانت ما قلت ليش يعني خطأ من الاعداد اه وزارة الداخلية اتصلت وطلب التليفون مي اه ده اللي هما نجدوا وزارة الداخلية ننتظر بقى من وزارة الدفاع وشو المعنوية تعالوا نطلع فاصل هندردش دردشة حلوة النهار ده ودردشة جدة بعد ما نزل اليوتيوب بتاع حمو بيكا وحسن شاكوش وتقال ان ده خد 28 مليون جنيه وده خد 54 مليون جنيه شفت فيديو قاضر برضو يعني احد الشباب طالع عمال يسب ويلعن وانا خرج مش عارف ايه وما خدتش ايه والكلام ده طيب اولا حمو بيكا ولا حسن شاكوش ولا اي حد بياخد فلوس من اليوتيوب ده ما بياخداش من جيبك ولا بياخده من الحكومة المصرية هو عمل حاجة انتشرت محليا عربيا دوليا في شركة اليوتيوب بتحسبه تديله تقريبا على المليون مشاهدة الف دولار حاجة زي كده الحاجة التانية فيه اشخاص كتيرة وهنقدمه لكم بعد الفوصل محقايين مليونيرات شباب قاعدين في مصر ده منهم طفل عندها تسع سنين بتحقق اعلى دخل في مصر اعلى دخل شهري طفل عندها تسع سنين وفيه اسرة عاملة برنامج على اليوتيوب وبتحقق مشاهدات بعشرات الملايين طب ما انت فكر افتكر افتكس طلع فكرة اعملها على اليوتيوب لان ده المستقبل القادم ولو انت موهود موهوب موهوب الفكرة والبرنامج عينتش اه وبعدين هل كل المكاسب لازم تبقى يوتيوب ما فيه مكاسب تقدر تعملها لو انت مبدع وعندك دماغ مش دماغ تبقى مصطول دماغ بتفكر تعمل حاجة سمو تطبيق على الموبايل الاول قبل كيش بعد الفاصل خبير تكنولوجيا وامن المعلومات الصديق العزيز دكتور محمد الجندي حمو بيك وحسن شاكوش عاملين بلو في دماغ بعض اهلينة في القرى النجوع الاحياء الشعبية ازاي العيال دي اللي معاهم تعليم ولا ولا والعيال ده لفظ شعبي برضو اه ادروا يكسبوا اربعة وخمسين مليون جنيه في اغنية واحدة فاحنا عايزين نشرح لهم ونشرح ليه البسطاء من الناس ان اول حاجة مش حكومة مصر ووزير المالية عندنا اطلع من جيبه اربعة وخمسين مليون جنيه ده ده فيه شركة عالمية تمتلك موقع كده على الانترنت اسمه اليوتيوب ده اللي بنعرض عليه الفيديو هاته اي حد يقدر يدخل ويعرض فيديو ليه ويكسب فلوس يكسب لو كانت الفكرة كويس ازاي ده يتعمل تعالوا بقى نفتح ملفات كتير في عالم التكنولوجيا والانترنت مع ضيفي وصديقي العزيز دكتور محمد الجندي خبير التكنولوجيا عالم التكنولوجيا عالم المعلومات اهلا بحضرتك اهلا اهلا منورني الله يخلي حضرتك لو تشرف وانا عارف انك خلال ساعتها تسافر بشكرك انك شرفتنا المهاردة حضرتك على دماغي قبل الصفر المهمة وقتها تروح مع مصر التغيران الصين لا 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 ربنا يبعدنا عن الكورونا اه على الكورونا الله يخلي حضرتك طيب هل يقدر اي انسان على الكرة الارضية يدخل يوتيوب ويعمل لنفسه قناة؟ اولا حركة على حاجة وما بدأيا انا بس يعني معطرد على فكرة انه اي حد عنده فكرة كويسة ممكن يعمل فلوس اي حد عنده اي فكرة بتشد الناس اي ان كانت كويسة ولا مش كويسة ممكن يعمل فلوس صحيح بالأخير فهي الفكرة كلها انه دلوقتي العالم بقى زي ما كانوا بيقولوا زمان قرية صغيرة دلوقتي مش قرية صغيرة دلوقتي العالم بقى بقى قدو صغيرة زي ما حاجة بتقول فدلوقتي اي حد يقدر يعمل لنفسه موقع يعمل لنفسه صفحة يعمل لنفسه تشانل على اليوتيوب على انستجرام على اي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي بقت مسيطرة على الحياة الاجتماعية اللي احنا عايشينها اكتر من الواقع بقت هي دلوقتي الحقيقة اللي احنا عايشين فيها الناس بتبقى قعدة دلوقتي على الموبايل والمواقع دي مش اقل من 8 ساعات في اليوم 8 ساعات اه مش اقل من 8 ساعات في اليوم فتخيل حضرتك كل الوقت دا يروح فين اذا ما استغلتوش الشركات دي عشان تحقق منك ارباح فبالتالي اللي بيستغل هذه المنصات في انه يعمل المحتوى عليه اقبال بغض النظر المحتوى دا يعني احنا بنشوفه كده ناقبله او لا ناقبل اه ناقبله او ناقبله في النهاية هو محتوى فهو المحتوى هو الفيصل المحتوى اذا عليه طلب اه طبعا بيحقق نسبة مشاهدة ونسبة المشاهدة بتترجم عند الشركات الكبيرة زي يوتيوب وزي جوجل وجهز الشركات دي كلها وبالنسبة هو جوجل ويتيوب بها شركة واحدة وفيسبوك وغيرهم يعني نسبة المشاهدة دي بتترجم لأرباح بناء على الاعلانات اللي بتنزل في خلال نسبة المشاهدة دي زي التلفزيون بالزبط لو بنامج عليه مشاهدة كبيرة جدا القناة تقدر تحط فيه اعلانات وبالتالي اتحقق ارباح من الاعلانات هو نفس الفكرة برضو البزنس موضل او النموذج العمال قائم على الانترنت هو قائم على الاعلانات من اكتر اقل لانه انت حاجة بتفعش فلوس عشان تتفرج على يوتيوب او بتدفع تماما الانترنت بس ما بتدفعش فلوس عشان تشاهد المحتوى انت بتدفع يعني وقتك فوقتك هو الفلوس عشان كده الشركات دي بتستفيد من الوقتك اللي انت بتقضيه واللي فتح اليوتيوب بيبقى قاعد بتفرج عليه فالرسالة وصله له مباشرة بالزبط يعني مش بيقوم ويروح وييجي زي التلفزيون صحيح التلفزيون كمان احنا بنمسك الرمود وبندوره بتاع انما في التكنولوجي اللي زي اليوتيوب وغيرها اللي هي السوشال تكنولوجي عموما او التكنولوجيا الاجتماعية عموما بقيت هي اللي بتجيلك مش تالي بتروح له يعني هاجب تقول امسك الموبايل فجأة تلاقي تنتين مش عارف فيديو طلع اللي مش عارف مين تنتين خبر معرفش ايه انتشر معرفش فيروس كورونا تنتين مش عارف ايه فانا انا عايشين 24 ساعة على تنتين ففي ايه دي اصحي هذا والله فبقى دي خلقت عند الناس كمان فكرة بيسموها في السيكولوجي يعني حاجة اسمها فومو Fear of missing out الخوف من انك تفقد حاجة اذا مش عارفها فده اللي خلى كمان فيه دافع كبير قوي ان الناس دايما ماسك الموبايلات فده بقى بيزنس في حد ذاته وجود المحتوى على الموبايل بيحقق ارباح لان الناس بقى تلزق في الاجهزة دي 24 ساعة وبالتالي الشركات الكبيرة وقات بتستغلها عشان تعمل نسبة المشاهدة ايه ابرز من احتويات اللي بتلقى اقبال على اليوتيوب المحتوى الترفيهي ترفيه اه طبعا اهاني دراما افلام مسلسلات لغاني اكتر كمان الحاجات اللي فيها ترفيه عليه اقبال كبير من نسب مختلفة من المجتمع لان مشكلة المجتمع طبعا زي بعضه بس النسبة كبيرة جدا من المجتمع بتتفرج على ترفيه من نوع معين الترفيه ده بيلقى حسب طبعا كل دولة لان طبعا السوشال ميديا بتاعتنا غير السوشال ميديا لما هكتفتحها مثلا في امريكا غير لما تفتحها في اي دولة تانية كل دولة السوشال ميديا بتاعتها مختلفة اللي هو ما بيسموها التريندنج اللي بيطلع على اليوتيوب وعلى مواقع السوشال ميديا لما بتفتح التريندنج في مصر يؤسفني أقول لحضرتك أنه محتوى يندى له الجبين في اليوتيوب؟ آه في اليوتيوب محتوى يندى له الجبين التريندنج بتاعنا فاضح بكنا أحب جد فاضح حاجة في منتهى الإسفارة مواقع إباحية يعني؟ لا لا خالق محتوى يعني محتوى لا يرقى إلى مستوى أنه حد يقعد يتفرج عليه والله بيكلم حاجة بجد محتوى يعني اللي هي فلان تطلقت وفلان كذا حاجات يعني أسوأ من كده بكتير يعني حضرك ممكن تلاقي ناس بتعمل فيديوز على اليوتيوب وطلع في التريندنج وتلاقي مثلا مستوى أصلا يعني تافه جدا من هذا المحتوى واحد مثلا واحدة واحد بيعمل لايف وقعت في بيتهم بأشهر بصل مثلا إيه يعني إيه الفائدة وده يبقى التريند؟ آه بيعمل تريند حضرتك الحاجات دي آه طبعا ويعمل ملايين؟ مش بيعمل ملايين على حسب ما هو بيحقق من مشاهدة يعني ممكن الفيديو ده يبقى عليه مشاهدة كبيرة جدا ويتحط عليه إعلانات فيبدأ يحقق منه أرباح آه طبعا أكيد بيقشر بطاطس ولا بصل؟ طبعا عشان كده لأ كان فيه واحد جاب مش عارف مراته كانت محجبة أو اللحة الحجاب أما من ده كتير بقى آه وتصوره في الإمارات حاجات كده بقول حقيقة المحتوى ده بقى كتير للأسف التريندنج عندنا في مصر تحديدا محتوى يعني فعلا لا يرقى لأن الواحد يشوفه وده بيحسن في العالم؟ لا بختلف بقى الموضوع متفاوت من دولة للتانية وهنا محتاجين واقفة بقى لسه أقولك يعني هل في أمريكا برضو اللي بيقشر بطاطس ده بيبقى تريندنج ولا؟ لا طبعا كل دولة بيختلف حسب المجتمع يعني أنا شايف حسب ثقافة آه طبعا حسب ثقافة المجتمع ومش بس الثقافة يعني لا هضيع وقت في واحد ما تقطع بطاطس يابا برحتك ما أنا قلت لحضرتك المشكلة في إيه بقى أن السوشال ميديا خلقت عند المجتمعات اللي ما عندهاش ثقافة كبيرة في التعامل مع مخاطر التكنولوجيا الحتة اللي قلتها لحضرتك اللي هي فكرة إنه خوف من إنه يميسنج أوت حاجة هو وإنه يفقد حاجة هو مش عارف إلا هيحصل يعني عارف حاجة اللي هو فكرة السوسبنز إن أنا في حاجة هتحصل أنا عايز أعرف إلا هيحصل عشان كده تلاقي حضرتك الواحد مسك الموبايل وقاعد على الفيسبوك عمالي عامل كده بيعمل سكرول ما هو بيعمل سكرول إيه بيعمل سكرول عشان دماغه وارتبطت بإن في حاجة جديدة واليوتيوب بيظهر على الفيسبوك لو حد مشاير حاجة بالزبط ولا أنت بتدخل على الموقع نفسه بتقعد تدور لا لا اليوتيوب برضو له أبليكيشن زي الفيسبوك على الموبايل يعني حضرتك لو منزل اليوتيوب على الموبايل بيجيلك نوتفيكيشن برده ده بيجيلك نوتفيكيشن كمان لو حقاك مشترك في الشانل بتاعت مثلا اللي بيأشر بصل ده كل ما بينزل فيديو بأشر بصل يجيلك نوتفيكيشن اللي هو سبسكرايب اه سبسكرايب يجيلك نوتفيكيشن كده نوفلان نزل فيديو طبعا كل ما الفيديو بتشاف كتير قوي بيطلع في الترند فالترند ده على حسب بقى المجتمع مجهول بإيه يعني فيه فترة من الفترات حظي كان لطيف يعني وعملت حلقة عن الحوت لازرة وكان وقتها موضوع الحوت لازرة ده عمل دوشا عملت مع حضرتك حلقة اه طبعا عملت طبعا عملت مرة عملت معك مداخلة عن الحوت لازرة اه بضبط لقيتها مسأكلة أرقام كبيرة هنا بقى الفيصل زي ما بقول لحضرتك المجتمع مشغول بإيه فلما المجتمع يكون مشغول بالحاجات التفهة بتلاقيها طلع في الترندن لما يكون مشغول بحاجة يعني لها صدع معين بتطلع في الترندن فأي حسب المجتمع طب هنقل إمتى لما الناس تعرف إزاي تستخدم التكنولوجيا صح الناس للأسف الشديد التكنولوجيا هي اللي بتستخدمها مش هي اللي بتستخدم التكنولوجيا للأسف الشديد يعني فأنا عايز بس أرجع تاني لموضوع الربح عشان ما ناخدش الموضوع في حتة تانية يعني بيحتاج دراسة أنا شخصان شايف أن احنا محتاجين واقفة في دراسة تأثير التكنولوجيا على المجتمع في فجوة كبيرة أيضا في الموضوع على سولوكيات المجتمع ده حقيقي محدش بمهتم بالحتة دي ولا حتى العلماء الاجتماع ولا حتى الناس اللي بتدرس علم الاجتماع لا في مصر ولا في الوطن العرب لأنه في قطاع مننا حتى من العلماء لسه مش معترف بالسوشيال ميديا يعني أو بتأثيره ده صحيح هنا بقى يرجعني الفكرة اللي حاكت في سألها فكرة الربح بقى طيب لما ناستلاقي سواء كانوا علماء اجتماع أو حتى علماء اقتصاد أو أو لما تلاقي ان السوشيال ميديا دي ناس بتحقق عليها أرباح كبيرة جدا ونبقت جزء كبير جدا من الاقتصاد يعني مفعش أنا تجاهله يعني مفعش مثلا أنا أقول إيه أصوالله السوشيال ميديا ده كان فارغ وأنا بشوف ناس بتحقق عليه أرباح بالملايين أو بالمليارات الشركات المسيطرة على العالم دلوقتي هي شركات السوشيال ميديا الفيسبوك جوجل الشركات دي كلها لما فيسبوك قررت بس طلعت بس كده ان احنا هنعمل عملة يا نهارا بيض ده حاجة بتخيل ايه اللي حصل في الدنيا اللي حصل في العالم البنوك المركزي العالمية الناس خافت كلها الناس خافت كلها الحكومة الأمريكية عملت في الكونجرس نوع من أنواع الاستجواب لفيسبوك لماركس زاكر بيرج وقالت له وانت بتعميله ويهي بالزبط يعني الموضوضة هيأثر على العالم كله لأن انت خيل حضرتك زي ما حاجة بتدخل تتفرج على محتوى وعايز تشتري بتشتري بالكريدت كارد أو بتدفع تمن منتج أو حاجة زي كده لأ حضرتك انت هتبعت الفلوس لكنك بتبعت رسالة وقت سهب تعجب وتخيل بس وقفت ولغاية دلوقتي الموضوع فيه كلام كبير مع الحكومة الأمريكية فيه لأنه هيأثر على حاجات كتير قوي في السياسة الدولية والاقتصاد العالمي وكلام ده لكن العملة هتتعمل هتتعمل طبعا أكيد هتتعمل؟ ها طبعا هتتعمل وانا بتعملش هتعمل غيرها لأنه في النهاية دلوقتي المشكلة الاقتصاد بقى اقتصاد رقمي معادش الاقتصاد العائد والعملة تطلع على الفيسبوك إيه البنك المركز اللي هيحميها هو فيه شركات هتبقى داعمة للعملة دي يعني هي مش عملة زي مثلا البيتكوين وحاجات اللي الناس مش عارفة مين اللي وراها دي لا العملة دي هيبقى وراها شركات كبيرة يعني مثلا أنا مش عايزة أقول أسماء بس فيه شركات كبيرة قوي زي شركات الكريدت كاردز والبنوك اللي فيش بنوك هتبقى دخلة في الموضوع كمان فيبقى ليها دي عملة هنشتري بيها من على لا لا مش تبقى عملة مادية هتبقى عملة رقمية يعني عملة حضرتك يعني أنا رصيدة على الفيسبوك ألف من العملة دي مثلا تقدر تشتري بيه أي حاجة من أحدها في العالم وتقدر تبعاتها على الواتساب اللي هو بتاع فيسبوك برضو آه وأسعاره تختلف يوميا وكده هيبقى مرتبط برضو غالبا بالسعر الدولار وده على فكرة حاجة من الحاجات اللي أنا قلت عليه ممكن من زمان جدا إن الولايات المتحدة الأمريكية زي ما ربطت نفسها بالبترول في القرن العشرين أنا متأكد تمام التأكد إنهم هيربطوا الدولار بحاجة تانية غير البترول وهي التكنولوجيا أو الداتا أو البيانات في القرن الواحد وعشرين لأنها دي البترول البترول ما عادش البترول خلصت عشان كده بقول الحاجة لازم الناس تهتم بفكرة إن السوشال ميديا لا لازم ندرس الموضوع كويس على مستوى الاقتصادي مستوى الاقتماعي مستوى السياسي لأنها بقت متأثر في كل حاجة أبسط تعليق جالي من ضيفي دكتور محمد الجندي اللي بشرفني دكتوراء في عامل المعلومات من أمريكا بقوله الواحد يروح بقى يقشر بصل أحسن يعني أطفالهم بتشوفوهم بيحققوا أرقام شهرية كبيرة جدا والأرقام كلها على مسؤولية الموقع سوشال بلاد تعليقك القصير قبل ما تلعب فصل تعليق القصير إنه ده بقى واقع وإنه مش معنى إن الحاجة بتحقق فلوس معناها إنها حاجة قيمة للأسف الشديد التكنولوجيا بقى تالبة سؤنا وفيه عدم وعي كبير جدا عند الناس وعدم وعي عند المجتمع بيخليه دايماً يروح لأي حاجة فيها زي ما بيقولوا إيه يعني ساسبنس أو أي حاجة فيها نوع من أنواع الإصارة أياً كانت الحاجة اللي بتتحطى على السوشال ميديا وبالتالي بقى توسيلة للربح واهتمامك بأنك تشوفها هو ده بقى العملة بتاعة الفترة اللي إحنا فيها دي طالماً أنت بتشوف أنت بتدفع وقتك ده فلوس بيكسبوا الناس الآخرين فاصل قصير وبعد الفاصل أسأل ضيف الكريم عن مواقع أو سوشال ميديا أخرى زي الانستجرام الفيسبوك بجدر التحية لحضراتكم حواري لازل متواصل مع ضيفي الكريم دكتور محمد الجندي خبير أمن المعلومات وتكنولوجيا المعلومات دكتور محمد الجندي قبل الفاصل كنا نتكلم على اللي يقدر يعمل شغل لي قناة على اليوتيوب هل ده أيضاً متاح لمواقع تواصل اجتماعي أخرى زي انستجرام وفيسبوك متاح طبعاً بس في بعض المواقع يعني مش فاتحة الربحة في مصر يعني اليوتيوب هو موقع من المواقع اللي من زمان فاتح قصة الأرباح زي ما حد شفت في التقرير كده هو لازم الموقع هو اللي يفتح آه طبعاً يعني لازم حضرتك تحط إعلانات على المحتوى بتاعك أو تسمح بوجود إعلان على المحتوى عشان تحقق ربح والربح جاي من الإعلان زي ما قلت حضرتك فدلوقتي اليوتيوب من زمان هو فاتح موضوع الأرباح في المصر وفي المنطقة العربية في بعض المواقع مش فاتح الأرباح للناس اللي موجودين في مصر مثلاً يعني الناس اللي على الفيسبوك ما بتحققش أرباح زي اللي بيحققوها بتوع اليوتيوب لأنه الفيسبوك فاتح في دول تانية في دول تانية لكن قفل عندنا آه لكن قفل عندنا ففي بعض المواقع متاح فيها القصة دي في بعض المواقع مفيش فيها بس فيه ناس بتعمل إيه؟ بقى فيه ناس بتتحايل على الموضوع ده بتعمل إيه؟ وبيحقق مشاهدة كبيرة جداً على الفيسبوك على الإنستجرام على أي تطبيق من التطبيقات السوشال ميديا الأخرى وبيبقى زي ما بيسموه كده إيه؟ سوشال ميديا انفلوينسر يعني واحد من مؤسرين في السوشال ميديا بيبقى شخص معروف زي ما حقق معروف في الإعلام هو بقى معروف على السوشال ميديا بيحقق أرباح من معرفة الناس بيه هو خلاص بقى مشهور على السوشال ميديا فبيعمل إعلانات بقى لبراندز بيعمل إعلانات لجهات معينة لشركات يعني يروح لشركات يقول لهم أعينه وصل في حتي هم اللي بيقولوا أساساً لأنه عنده كمية مشاهدات عالية جداً على السوشال ميديا وعنده كمية متابعين بالملايين ولا أصدق الفولورز المتابعين هم قال المتابعين والمشاهدات لو عنده فيديو يعني مشاهدات كبيرة جداً على الفيسبوك مثلاً على سبيل المثال ممكن تلاقي شركة بتبعت له عشان يعلن عن منتجاتها أو يبقى مثلاً راعي لأحد الحملات اللي هي عملاها بقوا ليهم تأثير دلوقتي على فكرة في منهم يمكن حلاك لو شفت في معرض الكتاب اللي فات ده ناس كتير جداً منه وعمل كتب يعني كتب يعني بقى خلاص السوشال ميديا خلاص وصلتوا المرحلة بتعمل الكتاب طبعاً ما بقى الحلاك السوشال ميديا المحتوى بتعمل إزاي وفي الكتاب يعني عمل إزاي فيعني احنا وصلنا لمرحلة صعبة وصراحة يعني كفيد وإن نزل في مرحلة الكتاب الأخير آه سمعت آه شفت أنا بقول حكي المستوى جميل شعيرة كبيرة كانت يعني مستوى جميل مرحلة التشليح يعني ده صحيح صحيح طيب الانستجرام ده مفوش إعلانات نفس القصة ما هو انستجرام طبعاً فيسبوك ونفس الشركة يعني في مواقع كتير جداً زي ما قلت لحضرتك مش بالضرورة الربح يكون جاي من الموقع لكن هو كشخص بيعمل لنفسه نوع من أنواع الإشار أو الشهر على هذا الموقع فيبقى معروف على المنصات دي فيبدأ يحقق أرباح من شهرته مش من الفيوز يعني الفيوز والمشاهدات اليوتيوب ما زال هو المتربع على عرش المشاهدات بس بدي نسب ده إلي قوي بالمناسبة اليوتيوب بخيل يعني لا على حسب على حسب أول حضرتك على حسب اللي حاطت الفيديو ده جهة ولا شخص والشخص ده مدى قبول الناس لي لأنه خد بالحضرتك برضو هو بيقيس الحاجات آه طبعاً بيقيس الكلام ده مش هو اللي بيقيس كمان بقى المعادلات الرياضية اللي بتقيس التعليقات على سبيل المثال يعني فيه ناس كتير جداً بتدخل مثلاً تعمل مثلاً مليون أو او 2 مليون فيو بس تلاقي كل الكوميس الناس بتشن فيه ده بيفرق على فكرة الحاجات دي بعد كده في حسابات الألجوريزم والمعادلات الرياضية بتفرق إذا كان المنصة دي الفيديو بتاعك ده هيروح لناس كتير بعد كده ولا مش هيروح لناس كتير الناس بتتفاعل معه زي اللي هما بيسموه الانجيجمنت أو التفاعل مع البوست اللي حاج بتحطه أو الفيديو اللي حاج بتحطه فمش معنى ان الفيديو بيعمل فيوهات كتير قوي فانه بيحقق فلوس زي ما كان موجود في التقرير كده مش بالضرورة انه بيعمل فيوهات كتير وانه يكون بيعمل فلوس كتير وطبعاً الشركات والمنصات دي بتحسب الأرباح على حاجات كتير قوي يعني هلاك لو عامل فيديو مثلاً ومستخدم في الفيديو بتاعك ده الباك جراوند ميوزيك بتاعتك سرقها من حد تاني اعتبارات كتير قوي لازم تكون محطوطة في الحسبان عشان تقرأت تحقق فلوس من السوشال ميديا خصوصاً اليوتيوب لان اليوتيوب كمان مسألة حول المتكالف الكريدي بقت عنده يعني مرعبة درجة لان درجة ما بيقفل أصلاً حاجات كتير جداً من قنوات التطبيقات اللي احنا بنزلها من بلاي ستور ما هي بنلاقي فيها إعلانات صحيح يعني لو انت عامل دونلود لأغنية لقرآن كريم لحاجة وانت بتسمع تحت كده في إعلانات ده بتروح لمين بقى هقول للحضرتك الإعلانات دي فيه شركات كبيرة على الانترنت هي المسيطرة على سوق الإعلانات أولهم جوجل طبعاً يعني جوجل تعتبر من أضخم الشركات المسيطرة على سوق الإعلانات في العالم فحضرتك لو بيعمل أبليكيشن والأبليكيشن ده هو أساساً الناس بتنزله فري زي أبليكيشن القرآن زي أبليكيشن مثلاً أغانية أو أي حاجة زي كده فيه أبليكيشن كتير فري هنفش حاجة فري هو وقت حضرتك ده في حد ذاته فلوس كلنا حاجة بتنزل الأبليكيشن وتتفرج على حاجات فيه الإعلانات اللي بتطلع عليك دي هو بيبقى مشترك بكود معين من عند جوجل مثلاً جوجل بيعرض عنده الإعلانات دي في الإعلان بتاعه هو بيزد على الكليكس اللي حاجة بتعملها على الإعلان أو نسب المشاهدة بتاعت الإعلان جوجل بيدي له فلوس وبيحقق هو أرباح منين بقى من اللي بيعمل الإعلان يعني هكي عايز تعمل إعلانات مثلاً على جوجل بتروح تدفع لجوجل فلوس وجوجل بيحط لك الإعلان بتاعك في المنصات اللي هو شايف إنه أكتر ناس هتشوف المحتوى بتاعك في الحتة دي أو على حسب ما أنت مختار زي مثلاً فيسبوك لما بتيجي تعمل إعلان بيقولك تعمل إعلان ده لمين وفين وسن من أنهي الأنهي وأنهي في أجتماعية ناس متعلمين مثلاً تعليم جامعي ولا ناس مثلاً أقل في السن ولا ناس عندهم مثلاً اهتمام بالرياضة ولا ناس اهتمام بكذا وكذا حاجات دي كلها بتفرق في الإعلان بيروح لمين وبالتالي حاجة بتدفع تمن الإعلان ده المعلن يعني بيدفع تمن الإعلان خمسين دولار مئة دولار واتفر يعني فلوس دي بتروح للشركة الكبيرة لها الفيسبوك أو جوجل وبيديك منها جزء من هذه الأرباح للشخص اللي عامل الإعلان على الابليكيشن بتاعه أو اللي عامل الإعلان على الموقع بتاعه يعني موقع الأخبار كلها دلوقتي عليها إعلانات مثلاً من جوجل فجوجل بيدي الشركات دي بيدي المواقع دي نسبة من أرباحه اللي بيحققها من الإعلانات هو جوجل بيمتلك النهاردة منصة نا بيمتلك حاجات كتير قوي جوجل عنده يوتيوب جوجل عنده شركات كتير الناس ما تسمعش عنها أساساً محدش يعرف ان الشركات دي تابعة جوجل الناس كتير ما تعرفش ان جوجل بيستثمر في الزكاء الاصطناعي على سبيل المثال شركات كبيرة جداً بتاعت روبوتس جوجل اشتريتها شركات كتير جداً لها علاقة بتحليل البيانات جوجل شرياها شركات كتير جداً لها علاقة بالإنترنت والتحكم في الإنترنت جوجل شرياها لا جوجل بتلعب في حاجات كتير قوي قوي يعني محركات البحث هو أكبر محرك محرك بحث على مستوى العالم وخد بالحضرتك محرك البحث جوجل ده هو قوي جداً بسبب المعادلات الرياضية بتاعته واللي بتطلع لك نتائج البحث دي بناء على اهتماماتك وبناء على طريقة استخدامك لمحرك البحث وانت بتدور عليه ايه؟ بتدور عليه فين؟ وامتى؟ بناء نهي دولة؟ بناء نهي موقع؟ سرعة دولة اه طبعا فعشان كده هو متفوق يعني رأسه ما له السوق كم؟ لا ما عنديش معلومة يعني ما عنديش فجر دلوقتي يحضرني بس طبعا هل تجوز ايه؟ لا احنا كان في مليارات يعني جوجل وفيسبوك من الشركات المتحكمة في الاقتصاد العالمي على الانترنت يعني شركات دلوقتي اقتصادها عدة شركات ضخمة جدا زي شركات البطرول تقليدية اه عدة شركات تقليدية انا مش متذكر الأرقام بس يعني جوجل وفيسبوك دلوقتي معديين الشركات عابرة للحدود اللي احنا كنا نسمعنا زمان والمالتيناشونال كومبانيز والحاجات دي الشركات دي معيش تجي حاجة في جوجل وفيسبوك بس جوجل عشان يوصل المكان أنا أكيد بقى إدارة أجهزة أمنية كبرى يعني مش متسعب كده هقول حضرتك على حاجة أنا برضو يعني اتكلمت أنا عن الكلام ده كتير برضو في البرنامج بس أنا زي ما قلت حالك أنا ما بحبش أن أنا أزق معلومة عند الناس بفكرة نظرية المؤامرة لكن بحب أقول للناس أنه ما فيش حاجة بتتعمل من غير استراتيجية وأن حضرتك لو ما عندكش استراتيجية هتبقى جزء من استراتيجية الأخرين فالشركات دي ما طلعتش آه زي ما حاجة بتقولك ما طلعتش كده بين يوم وليلة فيسبوك طلعت في جراش زي ما احنا عارفين في جامعة هارفرد الأخ مارك زوكربير جوجل نفس القصة نفس الفيلم برضو بس الشركات دي لما الأجهزة الكبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية زي الـ CIA وغيرها اكتشفت أنه فيه نمو كبير جدا للتكنولوجيا وأنه هيبقى فيه مساهمة كبيرة جدا لزيش شركات في التطور الاقتصادي وخلافه بدأت تإنفست في الشركات دي تبقى تستثمر في الشركات دي بس مش بشكل مباشر عن طريق شركات من الباطن عشان يستثمر في الشركات دي بقى له قدرة على التحكم في هذه الشركات من وراء السطار زي ما بيقوله ففيش شركة كبيرة جدا معروفة يمكن لو حد من السادة المشاهدين حاب يدور على جوجل نفسه على شركة اسمها إنكيو تيل إنكيو تيل شركة من الشركات الأصلا تعتبر زراعة اقتصادي للـ CIA فهي مستثمرة في شركات كتير جدا من الشركات اللي كانت في وقتها بيسموها ستارتابز أو شركات الناشئة زي جوجل وفيسبوك وإنستجرام وغيرها وغيرها فلا الحاجات دي مش مطروكة للصدفة لأنك بتكلم على اقتصاد الدوء عالم يعني ليه الفيسبوك قصر الصداقة عند خمس تلاف شخص؟ ده سؤال في غاية الأهمية تفتكر حقاك ليه؟ ليه حقاك ما بتقدرش تضيف ناس علشان عنده سعة إلكترونية مثلا؟ لا لا خالص هو بص حاجة هو بيكسب من اين؟ يعني الفيسبوك هيكسب ايه من بروفايل بتاع شخص؟ مش هيكسب حاجة حاجة البروفايل ده بروفايل شخصي يعني بروفايل حاجة بتتعامل بيه على مستوك الشخصي لو حضرتك حاولت تستخدم هذا البروفايل خد ده الحاجة بقى دي بوليسي أو سياسة من سياسات الفيسبوك لو حاجة حاولت تتحقق ربح من البروفايل الشخصي بتاعك الفيسبوك في الهولك ليه؟ لأنه حساب شخصي فعشان يجبرك إنك لما يكون عندك بيزنس ويكون عندك مثلاً منتج عايز تسوى أو تروح تعمل صفحة الصفحة بيتحلك فيها إنك تحط إنك يبقى عندك فولورز أنليمتد زي ما أنت عايز شبق عندك ملايين فيش مشكلة بس في النهاية عشان توصل للملايين ده هتضطر تدفع فلوس تقدر تدفع فلوس وتسوى الصفحة وما تقدرش تسوى البروفايل يعني تقدرش تدفع فلوس عشان تخلي البروفايل بتاعك ده يشوفه ملايين الناس لكن تقدر تدفع فلوس عشان الصفحة بتاعتك دي توصل لملايين الناس وبالتالي هو قدر يحقق منك أرباح عشان كده هو مش مدي للناس إمكانية إنك تقفل إنك تفتح عدد الصداقات عشان تقرى تسوى مثلاً منتجات لكن هو برضو سامح لك إنك بقى عندك فولورز على ملايين نهاية برضو حسب بس ده ما تقدرش تدفع فلوس ده بيجي لوحده على حسب شهورتك يعني طيب نيجي ليه الأبليكيشن؟ هل متاح لشبابنا هنا إنه هو بسهولة لو عنده فكرة يعمل تطبيق والتطبيق ده ينتشر؟ يعني إحنا مثلاً قبل حضرتك ما تيجي وكنا بنعرف في فقرة الأخبار إنه فيه تطبيق إماراتي أو البنزين أوه شركة كبيرة ليه توصل البنزين ديليفري أوه ما ده أبليكيش؟ ده صعيح هل إحنا ممكن نعمل مثل هذه التطبيقات؟ أو إيه صعوبتها؟ ما فيش صعوبة ولا حاجة هل فكرة كلها بتبقى محتاجة زي يعني تمويل في البداية يعني أنا هقول حضرتك تمويل كبير؟ مش قوي بس هل فكرة كلها إنه حسب التطبيق برضه وبيعمل إيه؟ يعني بص حضرتك الأبليكيشن بتاع الموبايل فيه زي ما بيسموها كده فيه فيتشارزك فيه أوبشنز كتير الأوبشنز دي مثلاً كل ما الأوبشنز دي بتزيد كل ما بتبقى محتاج تمويل أكبر لأنها بتبقى محتاجة مجهود كبير في البرمجة على سبيل المثال اللي هو حاك هتعمل تطبيق التطبيق ده فيه خريطة زي مثلاً تطبيقات الرايت شيرينج والحاجات بتاعة العربيات والكلام ده فيها خريطة وفيها لوكيشن وفيها برمجة معقدة شوي بتتكلف فلوس أكتر من تطبيق بسيط على حسب مثلاً تطبيق ده فيه مثلاً سؤال وجواب أو فيه حاجة بسيطة أو فيه معلومة أنت بتحطها وتستقبل بها معلومة تانية أو تطبيق فيه فونكشن بسيطة على حسب التطبيق بيعمل إيه بالزبط فكلما التطبيق كانت يعني الإمكانات بتاعتهم معقدة كلما محتاج فلوس كبيرة في التمويل وكلما بيحتاج قواعد بيانات ومحتاج سيرفرز أو خوادم تخدم عليه لأنه كلما هيبقى عنده قاعدة جماهير كبيرة كلما هيصرف كتير قوي في إدارة الزم يسمون باك اند أو الخوادم اللي في الخلفية اللي بتساعد على إدارة اللي هي مش مجرد تطبيق بس بخطة على موضوع لا خالص لا خالص لأ موضوع بيحتاج حاجات كتير جيدة يعني تطبيق زي سيارات النقل دي أوبر أو كده بيخدم عليه بنية تحتية مش قليلة يعني بيخدم عليه بنية تحتية في خوادم في قواعد بيانات في connections بالإنترنت في الخدمات الأخرى بقى اللي بيخدم فيها التطبيق زي ما بقول لحضرتك مثلا كده عدد كبير من الناس استخدموا مثلا تقنيات معينة زي تقناة الخرايط والحاجات دي عشان يقدر يوصل للمواقع والlocations وده بيسمع عنده في الdatابيس بتاعته اللي هي جوجل مابس لما بنمشي الدور على القريطة بالضبط جوجل نفسه بيتيح ده لأي حد بيعمل تطبيق وممكن يستخدمه واسخد بقى لحضرك برضو entendت بتدفع فلوس في ده ده مش ببلاش يعني بدفع فلوس طبعا ال الى بيعمل تطبيق هيستخدم اي options من ال platforms التي الح那麼 بكلم عليها دي يضطر يدفع فلوس للشركات اللي بتقدم الخدمات دي يعني لو عايزة أدفع أخلي مثلا في التطبيق بتاعي خدمة إن أنا قد رابعة رسائل لكل الناس اللي موجودين عندي في التطبيق ما دي خدمة بفلوس على فكرة ما فيش حد بيبرمك تطبيقي كده ويحطوا فيه فيتشرز فيش حاجة ببلاش نوتفيكيشن ببلاش فيش حاجة ببلاش لا طبعا لكن متاح لشبابنا إنهم يعملوا تطبيقات بص حضرتك الدولة يعملوا تشانيل على اليوتيوب بس الدولة زي ما حد قلت بتدعم الأفكار الجديدة بتاعت التطبيقات فلو حد عنده فكرة جديدة لتطبيق زي ما حقا قلت ممكن الدولة تدعم الفكرة لو هتحقق نوع من أنواع التطور أو الخدمة في المجتمع ورئيس سيسي أعلن في أحد المؤتمرات أنه ممكن يدعم أي تطبيق بمليون جنيه ده صحيح بس يا الفكرة زي ما قلت حقا اللي يعمل الفكرة يروح يسجلها عشان الناس تحفظ حقوقها لأنه موضوع الأفكار ده دلوقتي بقت سلعة برضو على فكرة ده منتج يعني حضرتك الفكرة نفسها بقتلقتي بفلوس الفكرة نفسها بفلوس في نهاية لقائي بشكر ضيفي الكريم والصديق العزيز دكتور محمد الجندي خبير أمن المعلومات شكرا جزيلا لحظة شكرا بكرا إن شاء الله الساعة 8 مساء المصر فاندي سلام عليكم